الخلية الحيوانية هي الوحدة البنائية لجسم كل من الإنسان والحيوان، وهي الأصغر على الإطلاق، فإذا نظرنا إلى جسم الإنسان، نجده يحوي بين 75 إلى 100 تريليون خلية تختلف فيما بينها من حيث الشكل، الحجم، والوظيفة التي تقوم بها. فهل تعلم ما هو تركيب خلايا جسمك ووظيفة كل منها؟ تركيب الخلية الحيوانية تتكون معظم الخلايا الحيوانية من ثلاث مكونات أساسية، وهي الغشاء البلازمي، السيتوبلازم، والنواة. أولاً، الغشاء البلازمي، وهو الغشاء الرقيق الذي يحيط بالخلية من الخارج، ويتكون من دهن ثنائي الطبقة ذي نفاذية اختيارية، وتتشارك في وجوده جميع خلايا الكائنات الحية. تتمثل وظيفته في حماية مكونات الخلية، وفصلها عن الوسط المحيط، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج الجزيئات من وإلى الخلية. ثانياً، أسيتوبلازم يعتبر المكون الرئيسي الذي يملأ الخلية، حيث يمثل حوالي 55% من حجمها، وهو عبارة عن مادة هلامية القوام، تحتوي على عدد من العضيات الحية، وهي الشبكة الإندوبلازمية، وهي مجموعة من اللفائف المنتشرة داخل أسيتوبلازم، موجودة مع بعضها في اتصال مباشر بالغشاء البلازمي للنواة، ويوجد منها نوعان الشبكة الإندوبلازمية النعمة، وهي ما تخلو من الريبوسومات، وبالتالي فتتلخص وظيفتها في تصنيع بعض الدهون والسكريات، والشبكة الإندوبلازمية الخشنة، والتي تنتشر على سطحها الريبوسومات، وبالتالي تصبح مكاناً مهيئاً لتصنيع البروتين. الريبوسومات، عبارة عن وحدتين، وحدة صغيرة، وأخرى كبيرة، وهي عبارة عن البروتينات والحمض النووي الريبوسومي، وتوجد على حالتين، إما حرة في السيتوبلازم أو ملتصقة بالشبكة الإندوبلازمية، أما عن وظيفتها الأساسية، فهي إنتاج وتكوين البروتينات. جهاز غولجي، وهو عبارة عن مجموعة من الحويصلات القريبة من النواة، وملتصقة بالشبكة الإندوبلازمية الناعمة، وتتمثل وظيفته في تعبئة البروتينات المصنعة داخل الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. هي حويصلات غشائية بيضاوية الشكل، تنشأ من جهاز غولجي، والشبكة الإندوبلازمية، وظيفتها الأساسية هي هضم الغذاء داخل الخلية، والقضاء على المواد الزائدة عن حاجتها. وهي عبارة عن عضيات كروية أو عصوية الشكل، يتميز شكلها بوجود طيات كثيرة في الغشاء الداخلي لها، وتكمن وظيفتها في أكسادة المواد الغذائية وإنتاج الطاقة، كما تساهم في عملية التنفس الخلوي. وهو جسم أسطواني يوجد بالقرب من النواة، ويقوم بدور أساسي في عملية الانقسام الخلوي، حيث يقوم بتكوين خيوط المغزل التي تظهر أثناء انقسام الخلية. توجد في مركز الخلية، وتعتبر الجزء الأكثر أهمية فيها، فهي المسؤولة عن تخليق البروتين وانقسام الخلية ونموها وتكاثرها، بالإضافة إلى احتوائها على المعلومات الوراثية للخلية. وتتكون من الأجزاء التالية، الغشاء النووي، وهو طبقة دهن ثنائية وبروتينات، وظيفتها حماية المادة الوراثية الموجودة داخل النواة، وتنظيم دخول وخروج المواد خلالها عن طريق فتحات صغيرة موجودة على السطح. المادة الوراثية DNA، والمكون من شريطين ملتفين حول الهيستون، والذي يحمل المعلومات الجسمية والوراثية داخل الجسم. النوية وهي هيكل كبير في النواة، وظيفة الأساسية هي صناعة الريبوسوم، ليتم إرسالها عبر الفتحات الموجودة في الغشاء النووي إلى خارج الخلية، ومن ثم القيام بوظيفتها في تصنيع البروتينات. هذا بالإضافة إلى المادة السائلة الموجودة في جسم النواة، وهي السائل النووي.